السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تصاعد حملة الكراهية والعنصرية في تركيا ضد السوريين والعرب برلمانية تركية تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الحملة ومن يقف وراءها لمعرفة التفاصيل كنوا معنا حتى النهاية أكدت النائبة في البرلمان التركي بهار إيواز أغلو أن الأشخاص الذين يعترضون على وجود اللافتات العربية ووجود السياح العرب القادمين من الشرق الأوسط ودول الخليج إلى تركيا عامة وإلى ولاية ترابزون شمال شرقي تركيا خاصة هم عملاء لدول متنافسة يستخدمون حفنة من العنصريين لضرب الاقتصاد التركي عبر السياحة وقالت إيواز أغلو في تصريحات صحفية صباح الاثنين نعلم جيدا أن السياحة في منطقة ترابزون وشرقي البحر الأسود لها قيمة اقتصادية عالية ويشكل القادمون من الجغرافيا العربية أهم عناصرها بإسهامهم في زيادة الدخل للسياحة التركية وأضافت أن منطقة ترابزون تجذب المواطنين العرب بسبب طبيعتها الخضراء وبحيرتها ومناظرها الخلابة بالإضافة إلى بنيتها التحتية ومرافقها المجهزة وتابعت أن هذه الاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية والمرافق تم إنشاؤها بجهد كبير وبدأت تؤتي ثمارها ولفتت إيواز أغلو إلى أن التصريحات التي تستهدف ضيوفنا العرب في وسائل التواصل الاجتماعي مشبوهة يبدو لي أنهم أشبه بوكلاء السياحة في البلدان المنافسة يستخدمون حفنة من العنصريين لضرب الاقتصاد التركي عبر السياحة مؤكدة أن تركيا لن تسمح لحفنة من العملاء والعنصريين الحاقدين والخوانة بتدمير وبعثرة الجهود التي بذلت لسنوات لتعزيز السياحة في المنطقة عبر اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وشددت على أن الأشخاص الذين يعترضون على وجود اللافتات العربية لا نراهم يعترضون على وجود اللافتات المكتوبة باللغة الألمانية في منطقة بودروم الساحلية وأوضحت أن هذه التصريحات شريرة وخائنة ليس فقط لمدينتنا تربزون ولكن أيضا لكل تركيا لن نصمت حيال ذلك وعلى الجميع أن يعلم ذلك الجدير ذكره أن ولاية تربزون التي توصف أنها عروس البحر الأسود أصبحت واحدة من مئات الوجهات السياحية في تركيا إذ تشتهر الكثير من مدنها ومناطقها بمواقعها التاريخية ومنتجعاتها الساحلية إضافة إلى الشواطئ الساحلية والبحيرات والغابات الطبيعية ويقصدها السياح من مختلف الدول العربية والغربية إن حاولنا أن نذهب أكثر فأكثر لمعرفة الحملة العنصرية والتي تضرب تركيا الآن في استعدادات استباقية لانتخابات مصيرية أواصط العام القادم تكتب الحرة الأمريكية كذلك تحت عنوان تصاعد الكراهية في تركيا عوامل محرضة واعتداءات لا حدود لها تصاعدت حدة حوادث الكراهية في تركيا خلال الأيام الماضية من زاوية العدد والفئة المستهدفة فبينما كانت تستهدف في السابق وبالعموم اللاجئين السوريين تحولت في الوقت الحالي لتطال شرائح مختلفة من الأجانب سواء السياح منهم أو المقيمين وتنذر هذه الأجواء حسب نشطاء حقوق الإنسان وباحثين سياسيين في الشأن الداخلي بحالة خطيرة وبات تلاحظ بشكل واضح في الوقت الذي تستمر فيه تيارات من أحزاب المعارضة بعمليات التحريض وسط غياب إجراءات قضائية رادعة ضد كل من يقف وراء هذا السلوك الذي يوصف بالعنصري وقبل يوم نشر مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي تصويرا مسجلا أظهر اعتداء مواطنين أتراك بالضرب على سائح مصري ضمن حافلة في مدينة اسطنبول لاعتقادهم بأنه يصور السيدات خلسة وأظهر التسجيل الذي انتشر على نطاق واسع مجموعة من المواطنين يضربون الشاب وهو يردد عبارات حرام عليكم هموت حرام عليكم هذه الحادثة سبقتها أخرى مشابهة مع اختلاف الشخص المستهدف حيث تعرض الصحفي الإسباني لويس ميجل لاعتداءات عنصرية الأسبوع الماضي من قبل مجموعة من المواطنين الأتراك في مدينة اسطنبول لاعتقادهم بأنه سوري حسب تعبيره وقال الصحفي وهو مراسل لصحيفة الموندو في سلسلة تغريدات عبر تويتر إن ثلاثة شبان حاولوا استفزازه لنحو عشر دقائق من خلال طلبهم قداحة وحين لم يستجب لطلبهم لاحقوه بسيارتهم مئات الأمطار قبل أن يتوقفوا بجانبه ويرموا زوجته بعقب سجارة مشتعلة وينهالوا عليه بالضرب مع زوجته مشيرا إلى أنهم ظنوه سوريا وبالتزام مع الكشف عن الحوادث المذكورة نشر اليوتيوبرز التشادي أمير زكريا تسجيلا عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تعرض للعنصرية لأول مرة منذ تسع سنوات وهي تاريخ بدء إقامته في تركيا وأضاف زكريا إن الأمور تغيرت في الأشهر الأخيرة في إشارة منه إلى تصاعد حوادث الكراهية والعنصرية على نحو كبير دائرة السوريين تتوسع تتابع الحرة الأمريكية وعلى مدى العامين الماضيين كان اللاجئون السوريون الفئة الأكثر استهدافا من عمليات التحريض والكراهية التي ازدادت على نحو مضطرد وغير مسبوك وجاء ذلك في الوقت الذي دخلت فيه تركيا إلى ظروف اقتصادية صعبة تزامنت مع بروز تيارات من أحزاب المعارضة تطالب بإعادتهم إلى سوريا وأنهم سبب كل شيء مما يحصل وبينما بقيت هذه الدائرة ضمن حدود هؤلاء السوريين فقط سرعان ما توسعت مع مواصلة التيارات المذكورة عمليات وحملات التحريض وخاصة من جانب شخصيات بارزة مثل زعيم حزب النصر أوميت أزداغ وآخرين مثل السياسية المعارضة إلي أكسوي ورئيس بلدية بولو تانجو أزجان وكان لافتا منذ مطلع يوليو الحالي أن حوادث الكراهية تصاعدت على نحو كبير حيث أنه وبالإضافة إلى الحوادث الثلاث المذكورة سابقا تم تسجيل حوادث أخرى ورغم أنها صورت بذات السياق إلا أنها بدت مغايرة على نحو قريب ففي يوم 14 يوليو نشر مستخدمون تسجيلا مصورا أظهر مسن تركي يهاجم أشخاص تحدثوا باللغة الشركسية داخل حافلة في مدينة قيصري وسط تركيا مما ولد حالة من الغضب في الشارع التركي وظهر في الفيديو المسن التركي وهو يقول هنا تركيا بلد الأتراك كل شيء تركي هنا لا يمكن الحديث بلغة ثانية غير التركية ولو كانت الشركسية أو الكردية وتبع ذلك حملة استنكار للحادثة العنصرية ودع بعضهم لسن قوانين صارمة للحد من انتشار لغة الكراهية ضد الأجانب في تركيا بينما طلب آخرون من الأجانب التمسك بلغتهم الأم أكثر لأنه حق من حقوقهم وبعد يومين من هذه الحادثة كشفت الجالية اليهودية في تركيا أن عشرات القبور اليهودية تضررت أو دمرت في مقبرة عمرها 600 عام في حي هاسكوي وقالت عبر تويتر أنه تم دخول مقبرة هاسكوي في منتصف الليل وتم تدمير 36 من شواهد القبور لدينا وقدرت الأسبوعية اليهودية التركية الرقم في وقت لاحق بواحد وثمانين ونقلت عن ممثل الجالية قولهم إنهم رفعوا تظلما إلى السلطات المختصة مع جميع الصور والتسجيلات الليلية ونتوقع القبض على مرتكب هذا التخريب في أقرب وقت ممكن بدورهم ندد إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردغان بشدة بما حصل ووصف الهجوم على المقبرة اليهودية بالهجوم الشنيع وأضاف لن نسمح أبدا لمن يهاجم القيام المقدسة ويحاول زرع بذور الفتنة والعداوة في مجتمعنا لا حدود لنمطية الاعتداءات وهناك جملة من العوامل المحرضة للمشهد الذي تعيشه تركيا في الوقت الحالي بينها حسب مراقبين حملات الكراهية التي تقودها بعض الطيارات من أحزاب المعارضة إضافة إلى غياب الموقف الحازم من جانب الحكومة التركية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية وتجريمية بحق كل من يمارس السلوك العنصري وتحدث الباحث السياسي التركي هشام جوناي أن العنصرية موجودة منذ زمن داخل المجتمع التركي لكنها تصاعدت في الوقت الحالي مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي ويقول لموقع الحرة بدأنا نلاحظ حالات العنصرية بشكل واضح وأكبر لأن الإعلان المرئي والمكتوب والمسموع لم يتناول هذه الظاهرة كما يجب في السابق وبالنسبة للأحداث الأخيرة فالموضوع يتفاقم على أن يكون مجرد أمر متعلق بوجود اللاجئين في تركيا فحسب ويضيف جوناي هذه الظاهرة كانت موجودة منذ دخول اللاجئين بحالات منفردة إلى البلاد وبينما لم تتم معالجتها أصبحت مثل الثلج تتضاعف وتتكاثر وتنتشر بكثافة الكراهية والعنصرية شيء معد هو مثل الفيروس هذا الفيروس ينتشر في المجتمع التركي في الآونة الأخيرة ليشمل جنسيات مختلفة ويرى الباحث ما نراه أن معالجة هذه الظاهرة من قبل الحكومة ضعيفة يتم التغطية على هذه الظاهرة ويكون هناك نفي للعنصرية وأن هناك حالة منفردة هكذا يتم تبريرها إن جئنا على الحقيقة فالموضوع غير ذلك وكانت الحكومة التركية اتجهت خلال الأشهر الأخيرة لمواجهة حملات العنصرية والكراهية إلى سياسة الرد بالأرقام الحقيقية في رد فعل على المعلومات المزيفة التي تنشرها شخصيات من المعارضة والتي تتناول فيها موضوعات أعداد اللاجئين وحجم الوجود الأجنبي في البلاد وبالتوازي مع ذلك رفعت دعوة قضائية ضد شخصيات محرضة من بينها زعيم حزب النصر أوميت أزداغ الذي يعتبر الأشهر من زاوية بث خطاب التحريض والكراهية ضد الأجانب خطابان ووسط هذه الأجواء المشحونة سادت تحذيرات خلال الأيام الماضية من أن تؤثر حوادث الكراهية على القطاع السياحي لتركيا وهو ما استشعرته ولاية ترابزون أحد أبرز الوجهات السياحية في البلاد قبل أيام وقد ذكرنا لكم في بداية هذا الفيديو ما رأته البرلمانية التركية كما يرى النشط الحقوقي طه الغازي أن العوامل الأساسية والمحرضة لما يحصل هو خطاب بعض طيارات المعارضة هناك بعض الطيارات وليس الجميع ويقول في المقابل هناك خطاب خاطئ من قبل الحكومة لو كانت هناك قوانين رادعة لخطاب الكراهية لما وصلنا إلى هذا الأمر سكوت الحكومة والاتفاء بالدعم والتشجيع المعنوي لا يكفي في الفترة الحالية لابد من قوانين تجرم خطاب الكراهية والعنصرية من جانبه يوضح الباحث السياسي هشام جوناي أن الشخصيات التي تغذي مشاعر الكراهية مثل أزداغ تنشر معلومات كاذبة عن اللاجئين والأجانب وتجعل شريحة كبيرة من المجتمع تنجرف وراءها هناك أيضا رئيس بلدية بولو تنجو أسجان وصحفيين ويضيق جوناي القضاء التركي حتى الآن لم يتخذ أي إجراء إزاء هؤلاء الناس الذين يفتخرون بعنصريتهم المواطن عندما لا يرى تعامل القضاء مع هذه الحالات بشكل صارم فأعتقد أنه يمشي ويحذو حذوهم ويمارس العنصرية على أقرب شخص منه متابعين الأعزاء هل تعتقدون أن حملة العنصرية والتي تصاعدت في الأشهر الأخيرة بشكل كبير وراءها المعارضة وراءها حملة انتخابية وراءها دواعي اقتصادية من يقف وراءها أطراف الداخل التركي فقط أم أن هناك أطرافا خارجية وماذا توجهون من رسائل للحكومة التركية لأخذ إجراءات رادعة وسن قوانين توقف هذه الحملة والتي إن زادت وانتشرت فستكون نسأل الله العافية كالنار التي لا يمكن إيقافها نسأل الله عز وجل أن يحفظ تركيا ورئيسها وأن يوفقهم دائما لما فيه صالح الإسلام والمسلمين متابعين الأعزاء إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر